ميكونل لم تتعلق مدى حتى على هذا القرآن ما يجعلك تتأكد من أن يمكن أن يجب أن يحصل على المدينة للتعامل عندما يكون هناك مدينة؟ حسناً لأن المدينة ستكون في مدينة 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 إذا لا يجب هل تتطلقوا إلى المدينة ميكونل؟ ستكون في مدينة مدينة إذا لا نحصل على مدينة اتفاق أعتقد أننا سنحصل السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي سوف نخصصها لحديث مرة أخرى عن آخر مستجدات الحزمة المالية التي ننتظرها فكما تعلمون وضعت العديد من الفيديوهات هناك العديد من الناس يضعون فيديوهات بخصوص الحزمة المالية هناك من يضعوا فيديوهات فيها كذب فيها يعني الإعلان أنه تمت موافقة على كذا أو عمل كذا لكن في الحقيقة لحد هذه الساعة الأمور جد جد معقدة ومتوقفة بالرغم من عودة المفاوضات بين الديمقراطيين والجمهوريين لكن صراحة من خلال هذا الفيديو سوف أشرح لكم أنه هناك إمكانية صراحة أعتقد أنه لن يتم إرسال شيك قيمته 1200 دولار نهاية هذه السنة لأنه كما تعلمون الآن نحن اقتربنا من نهاية الأسبوع الأول ونحن داخلون على الأسبوع التاني بمعنى أن هذا الشهر هناك ثلاث أسابيع متبقية هناك عدم رضا بين الحزبين سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين هناك تبادل اللوم بين الجمهوريين والديمقراطيين هناك ارتفاع لإصابات بكورونا في الويت المتحدة الأمريكية لأرقام غير مسبوقة هناك تهديد بعض الشركات الأمريكية بأنها سوف تقوم بطرد أو تسريح عمالها بما فيها بعض الشركات الطيران الأمريكي وبعض الفلندق المشهورة هنا في أمريكا لكن ما زال الديمقراطيين يعيدون بأنه ربما سوف يكون هناك حزمة أو سوف يتم تمرير حزمة لكن صراحة لا أعتقد وهذا الواقع لا أعتقد أنه سوف يتم تمرير حزمة مالية نهاية هذه السنة أو على الأقل شيك تحفيزي الذي قيمته 1200 ربما سوف يتوصلون إلى تمرير الحزمة بمعنى تمديد إعانة البطالة قرض الطلبة برنامج حماية المستأجرين وأولئك الذين يدفعون الرهن العقاري من الإفراغ ربما لكن بكشيك تحفيزي قيمته 1200 دولار لا أعتقد أنه سوف يتم تمريره مع نهاية هذه السنة يوم الاثنين الماضي عاد أعضاء الكونغرس إلى عملهم لأنه كانت هناك عطلة تذكروا أن هذا الأسبوع ربما نهاية الأسبوع المقبل سوف تكون عطلة لأن هذا الشهر هو شهر أعياد الميلاد في الولايات المتحدة الأمريكية فغالبا لن يعودوا إلى عملهم إلا بعد الأسبوع الأول من يناير لكن عودتهم إلى الكونغرس فقط للموافقة أو إصدار ما يسمى بقانون الإنفاق أو قانون المالية للسنة المقبلة بالطبع عدد القانون هناك مشاكل بين الديمقراطيين والجمهوريين لأنه يجب أن يتم تمرير قانون الإنفاق قبل 11 11 من دجمبر لتفادي الإغلاق الحكومي هنا في أمريكا وتحدثت في فيديوات سابقة ما معنى الإغلاق الحكومي يمكنكم الدخول على القناة لمشاهدة مثل هذه الفيديوهات كما قلت هناك ضرورة تمرير قانون الإنفاق قبل 11 من دجمبر وإلا سوف تدخل الدولة في إغلاق حكومي هناك من يقول أنه من الممكن أن يتم تمرير قانون الإنفاق الحكومي وكذلك يمكن تمرير حزمة مالية مع هذا القانون ويثم مصادقة على كلا القانونين لكن الأمور تظهر أنها صعبة وصعبة جدا لأنه هناك تعنت من الدموقراطيين بخصوص بعض النقاط التي سوف أشرحها في هذا الفيديو هناك أمور يعني يركز عليها الدموقراطيين وهناك أمور يرفضها الجمهوريين ويستمر مسلسل تعطى المفاوضات بين الدموقراطيين والجمهوريين كما تعلمون في حالة لم يتم تمرير أي حزمة مالية الآن فهناك العديد من الأمور المأساوية التي ربما سوف تقع أولا نتحدث عن الارتفاع المستمر لحالة كورونا كما تعلمون ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تسجل حالات كبيرة من الإصابة هذا أول شيء ثانيا هو أنه هناك بعض الولايات التي تقرر بعض الإجراءات السلامة التي من شأنها الحد من انتشار كورونا مثلا إغلاق المطاعم أو إغلاق الحانات أو إغلاق النواة الرياضية أو إغلاق العديد من الأمور فهذه الأمور تؤثر على الاقتصاد الأمريكي لأن هناك مثلا حانات أو مقاهي أو مطاعم يمكن للناس الجلوس خارجها على المطعم لتناول الأكل الآن يطرح مقترح أنه يجب أن يكون الكل داخل المطعم وأن لا يكون المطعم تتعدى يعني خمسين في المائة من طاقة الاستعاب وغيرها من الأمور طبعا الأمور تؤثر على أصحاب العمل وتؤثر على العاملين وتؤثر على الاقتصاد من الأمور الأخرى أنه يجب أن نتأكد أنه هناك العديد من البرامج الحكومية التي على رأسها إعانات البطلة التي يتوصل بها الناس من الولاية هذه البرامج التي ربما سوف تنتهي في الأسبوع الأخير من دجانبير وبالضبط يوم السادس والعشرين من دجانبير هذه الأمور يجب وضعها في الحسبان لذلك هناك العديد من الناس التي تطالب بتمرير حزمة لأنه إذا لم يتم تمرير حزمة هؤلاء الناس لن يتوصلوا لا بإعانا ولا بأي شيء كذلك تذكروا أن شيك 600 دولار هذا الشيك الذي استفاد منه العديد من الناس إلى غاية 31 مليون يوليوز توقف وبعد ذلك بقي الناس يستفيدون فقط من الولاية ليس هناك أي دعم فيدرال بالطب إن توقف الدعم فيدرال في يوليوز وتوقف الدعم الحكومي الولائي الآن في نهاية دجانبير فهذا معناه أنه سوف يتم التأثير على فئة كبيرة من الناس في الولاية المتحدة الأمريكية هناك برنامج حماية المستأجرين من الإخلاء أو أصحاب الرهن العقاري هذا البرنامج الذي سوف يمتد دوء الفاتح من يناير من سنة 2021 هذا البرنامج كذلك يجب أن يتم تمديده لثلاث أشهر أو ستة أشهر أو غيرها من الأمر لأنه في حال التوقف هذا البرنامج فسوف يجد المستأجرين أنفسهم أمام الإفراغ يعني إما أن يدفعوا أو أن يتم إفراغهم بالقوة من منازلهم فهذا الأمر كذلك يعني صعب 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 ضروف المستقبلية كذلك نجيب أن نتحدث على أن جو بايدن بعض المرات يقول أنه يريد إغلاق بعض المرات يترضد في الإغلاق بعض المرات يعني مؤخرا نتحدث على أنه يريد أن يفرض وضع الكمامة لمئة يوم على جميع الأمريكيين عليهم الالتزام بهذا الأمر مئة يوم هناك مكتب سي دي سي أو جهة سي دي سي وهي المععد الذي يتكلف بالأمراض المستعصية أو الذي يطابع وباء كورونا الذي رأى أنه هناك احتمال أنه على الناس الآن آخر خرجت هذا المععد أنه على الناس وضعوا الكمامة أو المصق حتى داخل منازلهم لتفادي يعني انتقال العدوى بالطبع هذه الأمور صعبة ولن يتم تنفيذها لأن هناك ولاية ترفض يعني الناس في تلك الولايات ترفضوا وضع الكمامة حتى في الأماكن العمومية فما بالك بالمنازل فهذا يعني تقويد لحرية الأشخاص لذلك كما قلت هناك احتمال كبير أنه حتى ولو تم تمرير الحزمة المالية يعني كما تعلمون وضعت فيديو وشرحت أن هناك مقترح قيمته يعني تقريبا 900 مليار دولار وهناك مقترح الجمهوريين وعلى رأسي ميتش ماكرون الذي يريد فقط 500 مليار دولار فهذا يعني أنه ليس هناك شيك لا في مقترح الديمقراطيين أو المقترح البيبارتزم الذي تقدم به ديمقراطيين وجمهوريين وضعت فيديو بخصوصين ولا في مقترح الجمهوريين أن هناك شيك بالرغم من أن هناك اتفاق مبدئي بين الجمهوري والديمقراطي على ضرورة إرسال شيك هذا يعني أن الشيك لن يكون في نهاية هذه السنة وأننا ربما علينا الانتظار إلى دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض يوم العشرين من يناير أنا ذاك يمكن مثلا إصدار قرار تنفيدي بإصدار شيك تحفيزي قيمته 1.200 دولار بالطبع في حالة إصدار هذا الأمر وفي حالة الموافقة عليه في الكونغرس وبين قوسين كما نقول مجل الشيوخ ما زلنا ننتظر المقاعد على جورجيا هل سوف تقول إلى الديمقراطيين أم سوف تقول إلى الجمهوري حتى لو قالت إلى الديمقراطي وتم تمريره فبطبع هذا الأمر سوف تأخذ وقت وزارة المالية سوف تأخذ وقت إدارة الضرائب أو ما يسمى بلاء رئيس سوف تأخذ وقت للبدء في إرسال الشيكات بمعنى أنه ربما توصل بالشيك في آخر شهر فبراير أو بداية مرس بمعنى أنه تقريبا عام على هذا المرض فكما قلت غالبا هذه هي المشاكل التي سوف تواجهه معك من أسف العديد من الناس الآن سوف أتحدث باختصار عن ما هي النقاط التي يختلف عليها الجمهوريون مع الديمقراطيون فالجمهوريون يرفضون دعم الولايات هذا معك من الأسف بالطبع عدم دعم الولاية معنى أن الولاية تتوفر على مال بمعنى أن هذه الولاية لن تدفع إعانة بطارة فنفهم هذا الأمر إذا كان الجمهوريون يرفضون قرار الديمقراطيين بضخ أموال في الولايات والحكومات المحلية فهذا معنى أن الولايات لن تتوصل بمال وإذا الولاية لن تتوصل بمال العاطل العمل لن يتوصل بإعانة البطارة فهذا أمر صعب وصعب جدا النقطة التالية المشاكل هو دعم الشركات وحماية رواتب العاملين هذه النقاط الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين يعني مقدار دعم الشركات لمحافظة على العاملين هي من المشاكل النقطة الرئيسية التي تهمون كمهاجرين وهي من بين رؤوس المشاكل بين الديمقراطيين والجمهوريين وهي أن الديمقراطيون يريدون تمويل برامج هجرة بتمويل أكبر من الأمور التي يريدها الجمهوريين فهذا مرة أخرى مشكل آخر بين الديمقراطيين والجمهوريين لأنه كما تعلمون الديمقراطيون وعدوا بأنهم سوف يقومون بإصلاحات من أجل الهجرة بمعنى أنهم يحتاجون إلى مال يحتاجون إلى دعم المكتب لـ يحتاجون إلى فاتح مثلا القنصليات يعني إعادة جلب العاملين للعمل في موضع الهجرة وغيرها من الأمور ومعنى يحتاجون إلى أموال فالجمهوريين الآن يرفضون هذا الأمر كذلك يجب أن يركز في النقطة الأخيرة أنه الآن في حالة عدم التفاهم بخصوص قانون المالية السنة المقبلة يقال أنهم سوف يحاولون ما أمكن الموافقة على قانون إنفاق ولو لأسبوع مقبل وهو إلى غاية الثامن عشر من دجنبير تصوروا هذه المشاكل أنهم فاشلون حتى في تمديد قانون إنفاق أو قانون المالية للسنة المقبلة فيحاول ما أمكن تمديده ولو إلى الأسبوع المقبل أو الأسبوع الثامن عشر من دجنبير هذا كل ما يتعلق بمشكلة العزمة المالية كما تلاحظون معك من الأسف هذه الأمور من الصعب تصورها في دولة قوية اقتصادياً لا نعلم هل هي مرة أخرى لعبة اقتصادية مع العلم أنهم الآن ديمقراطيين فازوا في الانتخابات أم ماذا؟ لكم التعليق عن هذا الموضوع شكرا لكم على دعمكم شكرا لكم على التحققكم بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى